حقيقة انا عندي شوية ملاحظين عليه وانا اتمنى من الاخوان في البلدية متابعة هذا الموضوع اولا الكمية صايرة بشكل كبير وجبار يعني ما ادري شوارع تحسها وايض زحمة يعني عشان انتي قبل نقاط التفتيش تقعد لك يمكن في 30 ثانية تمر تعطيل البليكيشن كان الله فورا يسوي اسكان عليه وخلاصنا الان لا الشارج قدامك فوق 100 سيارة 200 سيارة فيا جماعة مو ما يعني ما يصير هذا باشر راح يعطر الاخوان في الدوريات يعطر الاخوان الدكاترا يعطر الاخوان اه شسمه الصف الامامي اي احد اليوم قاعد يتأخر على اه كثير من الشغل والسبة الزحمة اللي قاعد تصير في النقاط هذه انا عندي اقتراحين اتمنى يمكن من الاخوان في وزارة الداخلية ويعني جهدهم جبار ومشكورين يعني يا تفتحون لاين حق المطاعم فتحوا لاين حق المطاعم بروحهم على اليسار لان تدقيقهم ورقة وهما خمسة ستة بالسيارة وجهدكم جبار يعطيكم العافية والاخوان في البلدية وخلوا مثلا الناس الدكاترا الامور اللي عندهم تراخيص اللي هي القديمة هذه على طول يعني يصير خط فاشوف انا الموضوع افضل انه وايد قاعد يصير تأخير بشكل يعني زحمة توقف لك عشر دقائق علشان والله جدامك سبع ثمان مطاعم من هذا الامور الجزء الثاني في المطاعم انا يتمنى الاخوان في البلدية انا ادري انكم حريصين وادري ان هذا قانون قاعد حسمون عليه بس لازم لا مننسون شي ثاني جميع الناس اللي قاعد داوم بالليل يعتبرون خطا امامي اليوم حتى الاعلام يعتبر خطا امامي ترى حتى الاخوان في الطوارئ الطبية حتى الاخوان في الداخلية حتى الاخوان هذي لجميعهم اليوم الغريب في الامور احنا اليوم مثلا نطلع ما قاعد نرجع البيت قاعدتنا اطلع نصور أرادرات ساعة ماش بالليل ساعة واحدة بالليل اوقات كثيرة احنا ما قاعدتنا انتفطر في في بيوتنا ايضاً الاخوان في الداخلية ايضاً الاخوان المطاعم يقول لك أنا عندي قرار من الاخوان في البلدية ما ابيعلك انا ما اطيك ما ابيعلك اتبعى لكمOH ازيئنا احنا قاعدنا اطلع Okay احنا قاعدننا اطلع خارجي ازيئنا الاخوان الدوريات اللي بشرح ا proceeded الاخوان اللي في البلدية اللي قاعد يفترون الصحة دكتور طالع من المستشفى يبي يبي يروح مستشفى ثانية ومر على يعني انا اعتقد انه يحتاج ان هذيلي يستثنون ما ما يفرقوا يا المطعم انا ما قلنا المطعم يقعدون داخل هذا يعني عند التصريح هذا متعرض خلاص خليه مش قول عليه ما يسيرانا بعد اروح مرة عندي اوردر اه الاخوان امس مثلا عندنا مجموعة مصورين كنا قاعد نصور اوردر ساعة واحدة بالليل نعم تبني ما مطعم واقع لا يقول لا يقول ما اقدر او ما اقدر اطيك انا اك على خدمة شون يعني تصل على خدمة التوصيل اقول له وصلني انا بالشارع واقع في المكان اتمنى هذي الامور شوية يصير فيها شوية يعني ارتياحية وهالامور هذي كلها